لا تزال أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 من يناير العام الماضي تطارد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ففي أحدث التطورات نفى ترامب أنه حاول قيادة السيارة الرئاسية عنوة إلى مبنى الكابيتول في ذلك اليوم وكتب الرئيس الأمريكي السابق على تطبيق تروث سوشل الذي يملكه أن ما ورد في شهادة مساعدة كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك قصة زائفة ومخادعة وفق تعبيره بمجرد أن ركب الرئيس ترامب السيارة مع المسؤول الأمني بوبي أنجل اعتقد أنهم ذاهبون إلى مبنى الكونغرس وعندما قال له بوبي نحن لا نتجه إلى هناك لأن المكان ليس آمنا سنعود إلى البيت الأبيض كان لدى الرئيس ردة فعلا قوية وغاضبة جدا وقال ترامب أنا الرئيس استحبني إلى مبنى الكونغرس الآن أجاب بوبي سيدي علينا العودة إلى البيت الأبيض اقترب رئيس من مقدمة السيارة ليمسك بعجلة القيادة فأمسك بوبي بذراعه وقال له سيدي عليك أن ترفع يدك عن عجلة القيادة سنعود إلى البيت الأبيض لن نذهب إلى مبنى الكونغرس ثم استخدم ترامب يده الأخرى للإندفاع نحو بوبي تسعى لجنة التحقيق في أحداث السادس من يناير التي يقودها الديموقراطيون إلى إيجاد صلة مباشرة لترامب بجهود منع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 اللجنة لم تحقق هذه الغاية حتى الآن لكن شهادة مساعدة كبير موظفي البيت الأبيض السابق سدت هذا النقص أو أقله قدمت أدلة جديدة وستستمر لجنة السادس من يناير في عملها بعقد جلستين علنيتين على الأقل خلال الشهر المقبل اشتركوا في القناة